في ريف تعز تتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش والميليشيا التي تستميت في محاولتها لإعادة فرض الحصار على المدينة عن طريق قطع طريق هيجة العبد الذي يصل المدينة بريفها الغربي الأمر الذي جعل الميليشيا المتمركزة في الأكبوش والنكبة الأسود تشن قصفا عشوائيا ومكثفا على قرى المواطنين ومواقع الجيش والمقاومة في الأحكوم الأمر ذاته يحدث في مديريات الصلو جنوب شرق المدينة حيث شنت الميليشيا قصفا على قرى المديرية وبحسب المعلومات الواردة من هناك فإن صاروخ كاتيوشا أطلقته الميليشيا وقع بالقرب من قرية الصيار ولم يسفر عن خسائر بشرية منظمات حقوقية قالت إن الحصار المفروض على مديرية الصلو ينذر بوضع كارثي ينتظر السكان نتيجة الصعوبة في نقل المواد الغذائية والتمونية بسبب الألغام التي زرعتها الميليشيا في الطرقات المؤدية إلى قرى المديرية منوهة إلى نزح أكثر من خمسمائة أسرتين هروبا من قصف الميليشيا إذن هي الحرب الحاضر الأبرز في تعز واستمرارها هو الجديد المتجدد في يوميات السكان